تمام? اه بالنسبة لكرولوس الحقيقة كنا نتمنى يكون معنا ولكن حاولنا الاتصال بيه لكن كان السنة دي وكان زعلان هو زعلان وناس كتيرة كانت زعلان علشان انه الوزارة التربية والتعليم تجهلته وانه ما نزلش اسمه من الاوائل بالرغم انه هو جاي بالدرجة النهائية 420 يعني 100% ولكن بعد كده ردت وزارة التعليم وقالت انه هو يا جماعة علشان خاطر اسم المواد على سنتين فبالنسبة ليه تكافؤ الفرص ما ينفعش ان حد كان ياخد كل الدرجات في سنة واحدة او المواد كلها في سنة واحدة ويبقى هو متفوق ويجي كرولوس برضو يعتبر متفوق وهو اخدهم على سنتين اي نعم كان فيه ظروف عشان والده وكان مريض بالكانسر والده توفى ولكن الحقيقة حاولت المحافظة تعوضه عن عدم نزول اسمه في الكشوف المتفوقين وكرمته الادارة التعليمية الحياة المحافظة والادارة التعليمية وكرمته وزي ما انتو شايفين السور اهون هما يعتبروا فرحه اوي اسرته اسرة كرولوس ابدوا بالغ سعادتهم بزيارة قيادات الادارة التعليمية بنجاح حمادي اللي قدموا التهنئة لكرولوس بنجاحه وتفوقه واعرب المهندس خالد فرغل سعادته وفخره بنجاح كرولوس وتفوقه حصوله على درجات النهائية في السنوية العامة مؤكدا على انه فخر المركز نجاح حمادي ومحافظة انا بلو الصعيد عامة وتمنى له توفيق ودوام النجاح وقدم مدير وكيل الادارة شهادة تقدير المقدمة من الادارة التعليمية ودارة العلاقات العامة واكدوا انه التكريم ده مبدأي وهيكون فيه تكريم تاني من خلال احتفالية قبرى هتقيمها الادارة للاحتفاء بالاوائل وهيكون كرولوس معاهم وهم برضو اكدوا انه كرولوس عانى كتير عشان يحصل على النتيجة دي مطالبا وزير التربية والتعليم محافظة انا بضرورة تكريمه وادراجه ضمن الاوائل ومساعدته في الحصول على منحة دراسية تمكنه من استكمال دراسته نظرا لظروفه الاقتصادية المتواطعة ولانه فعلا كان بيمر بظروف صعبة نتمنى استجابة من وزارات التربية والتعليم احنا قام معاهم في فكرة تكافؤ فرص والكلام ده بس الفكرة انه فعلا فيه دايما معاناة وجانب انسان ومعاناة للظروف ونتمنى انه يكون فيه معاناة لظروف كرولوس كانت كتب عفوا مرعاة لظروف كرولوس اتكتب انه تنسيق المرحلة الاولى للسنوية العامة 97.10 بالنسبة لعلم علوم 95 هندسة و80 ادبي وده كان اعلان وزير التعليم العالي حيث انطلقت المرحلة الاولى من تنسيق الطلاب السنوية العامة ان هي ان شاء الله تنطلق عفوا الاحد المقبل بحد ادنى المرحلة الاولى للسنوية زي ما قلنا 97 علم علوم 95 هندسة و80 ادبي ده بالنسبة للموضوعات اللي كانت معانا النهاردة الحقيقة واعتقد يعني ان احنا هنكمل معاكم بقية يعني دي كانت بالنسبة للتواصل والاتصالات والمدخلات هكمل معاكم بالنسبة لكان فيه برضو حريق محدود شاب بمخلفات خلف كنيسة في السكة الحديد السكة الجديدة عفوا بالمنصورة وقوات الحمال المدنية ما كانت من سيطرة عليه والحمد لله ما حصلش اي خسائر بشرية ويقال ان هو كان حريق محدود يعني نيجي بقى القصة اللي كانت شغلة الاهتمام من امبارح كله موضوع انه احنا عارفين وكنا فرحانين قوي بانه الفاتيكان حطت مصاري العائلة المقدسة فيه المفروض الحج اللي هو بالنسبة للفاتيكان فكان من امبارح نزل برنامج الزيارات واللي هو خاص بشهر يوليو وكان ما فيهوش رحلة العائلة المقدسة فبدأت بقى الحكاية ايه جماعة فبدأنا نادر جيرجس منصق زيارات مواقع العائلة المقدسة قال ان الفاتيكان قررت رفع مصارة العائلة المقدسة في مصر من كتالوج المزارات السياحية العام 2019 بسبب انه موضوع كان فيه طلبات منزل وزارة السياحة وبيعتبروا ان ده اهمال في رفع تأهيل نقاط المصار وقال ان وزارة السياحة اعلنت عن خطة مكبرة لتأهيل نقاط مصار العائلة المقدسة ولكن دون وجود تنفيذ على الارد وقال الاستاذ نادر جيرجس الى انه اشار الى النقاط دي بتفتقد ايضا الى وجود حافلات سياحية لنقل الزوار مراكز طبية وغيرها المستعددات والفكرة اصله يعني لازم المصار ده يكون مهيئ زي بالضبط اي مسارات او اي اماكن الناس بتزورها في اي حتة في العالم ودي مطالب عادية جدا يعني وقال ان المفترض ان عائد سائح المصار العائلة المقدسة بيمثل اربع اضعاف السياحة الشاطئية واضاف له استاذ نادر ان مصر استقبلت العام الماضي 200 الف سائح وكان متواقع ارتفاع عز الرقم ده خلال السنة دي خلال يعني حالكو يا مزارة السياحة بدورها المهم انه بدأت بقى الحكاية وبدأت ناس تحاول تفاهم الموضوع وان الحاجات دي كانت قال ان هي يعني هتبتدي تتزبط بحيث انه ممكن الفاتيكان تدرج المصار العائلة المقدسة في البرنامج اللي بينزل في اكتوبر الانبى بخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاسوليكية في مصر قال انه بيقول ان انا تبعت ردود الفعل حول ما اصير بشأن الغاء الفاتيكان لمصار العائلة المقدسة ببرنامجها وتواصل مع سفير الفاتيكان بمصر واكد له ان دولة الفاتيكان لم تصدر بيان رسمي بهذا الشأن وكان بيقول لزي ما بيقول لكم ان هي حكاية سوء فهم في الموضوع وانه المفترض انه هتتحط ان شاء الله هتحط مسار العائلة المقدسة في خريطة اكتوبر مش في خريطة مايو وتقال برضو ان الفاتيكان هتنظم ست رحلات سياحية لزيارة مصر خلال الشهر المقبل وهيكون منها نقاط مسار العائلة المقدسة يعني هم منزلشوا في البرنامج اه لكن هيكون فيه رحلات والفكرة انه محتاجين انه الحكومة تواصل اعمالها عشان الانتهاء من الاعمال التنفيذية اللي وعدت بيها وزارة السياحة لرفع كفاءة المصار فابنا تمنى ان ده يحصل ان شاء الله وانه ما تكونش الحكاية يعني هو مش انها لغت لا هي بس تأجلت ده اللي بيتقال ان هي تأجلت لكتوبر القمس برام عزمي مسئول الاعلام الدولي في كينيسة الابطية الارثوذكسية اعلن عن افتتاح جامعة هالي صوفيا التابعة الابرشيت نيورك ونيو انجلند بالولايات المتحدة الامريكية تحت اشراف الامبا ديفيد اسكو في الابرشية والذي يشغل منصب رئيس هذه الجامعة وقال القمس برام عزمي اللي بيشغل منصب عميد الجامعة الاداري ان الجامعة بها اكثر من 25 استاذ جامعي الى جانب 25 شهادة في العلوم اللاهوتية والكرازية وان الجامعة بتقدم اكتر من 60 كورس في اللاهوت والعلوم الابطية الارثوذكسية و7 درجات ماجستير في اللاهوت الابطي الارثوذكسي وفيه برضو جامعة يعني جزء في جامعة برضو في منطية كاليفورنيا فاعتقد ان دي حاجة جميلة ان احنا كده عندنا جامعات بالنسبة لموضوع اللاهوت في اماكن مختلفة في الولايات المتحدة الامريكية بعد تجليسه اسقف منفلوت يتفقد شوارع وحارات الكرة ولقاء شعب الكنيسة زار الانبا سوفيلس كريت بني عدي البحرية ودخل منازل الاقباط وتفقد المرضى والارامل والايتام في الزيارة كان لها تأثير في بسط الفرحة لابناء الكنيسة ويقدم الانبا سوفيلس كلمات روحية في الزيارة واستمع للعديد من الاقباط عن اوضاعهم واحتياجاتهم متابعين بكل يعني سعادة فيلم المصري الكندي ميناء مسعود والحية ميناء عمل جوالات كتيرة قوي وكان بيتكلم وكان بيدعو المصريين يشوفوا الفيلم وقال طحية مصر وعمل المجبودات حلوة قوي وعلى طول نشيط على صفحاته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فالحقيقة بمشاركة ميناء مسعود إرادات فيلم على الدين أو ألادر تقترب من المليار دولار ارتفعت إرادات النسخة الحية الفيلم ألادن حول العالم تقترب من المليار دولار سجلت 960 مليون دولار أمريكي منذ طرحه في مايو الماضي ومن المتوقع أن يدخل فيلم إلى نادي أفلام المليار الأول قريبا ومشاركة ميناء مسعود في الفيلم إضافة جديدة رسيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر في المحافلة السينمائية العالمية خاصة بعدما مثله رامي مالك من إضافة أيضا لأبناء مصر في الخارج فدي حاجة بصراحة ممتازة جدا بنتمنى لها كل اضافة نروح بقى لخبر من حول مسيحية الشرق الأوسط وخبر مزعج جدا